نحن رويحنا في مكان جيش العدو في مكان جنرال من جيناريل أو حتى ضابط ولا جندي من جنودهم يعني اللعب على العصاب كبير برش صحيح شكرا لك سماحة وشكرا سيدة العميد على التوضيح العملية من ناحية العسكرية هي عملية فرح فرحين منها صفعة للجيش الصيوني صفعة جديدة للجيش الصيوني والعملية هذه تأكد مرة أخرى اللي المقاومة الفلسطينية تسيطر على الميدان هذه المنام من ناحية هم توقراوها سياسيا وعسكريا اللي هي تسيطر على الميدان وأنها هي التي تدير المعركة الآن هناك بالطبع لهنا وأن السيطرة أو ما يدعيه السهاينة من سيطرتهم على الكثير من المناطق هو مجرد دعايات ويسويقون دعايات لجمهورهما وحتى للعالم بينما أرض المعركة العمليات وخاصة لاحظنا في الفترة الأخيرة تقريبا منذ ثلاث أشهر أن المقاومة الفلسطينية غيرت تكتيكاتها وغيرت عملياتها منذ تقريبا محاولة اقتحام رفح غيرت تكتيكاتها بصورة كبيرة برشا وصارت عملياتها ضد الكيانة الصهيونية ضد الجيش الصهيوني عمليات نوعية وتفتك وتبطش به أشد البطش معناها عمليات بالحق بتاع عبقرية ورأي عبقرية المقاومة الفلسطينية التي جعلت من هذا الجيش أضحك أمام العالم مهزلة ومسخرة هذا الجيش الذي لا يقهر العبقرية بتاع المقاومة التي تستغل حتى هذه القذائف التي لم تنفجر والتي بالحق وهذا يأكد مرة أخرى اللي المقاومة الفلسطينية أعدت نفسها الحرب طويلة احنا كنا منذ بداية الطفال الأخصى في 7 أكتوبر كان الناس كل يتتكاهن هذه المعركة قد تدوم شهر شهرين ثلاثة ستة أشهر على أخصى التقدير الآن تخلنا للشهر العشر عشر أشهر عشر أشهر تقريب قريب نصله للذكرى الأولى معناها 7 أكتوبر سماح إن شاء الله فكل يوم هذاك يكون يوم استثنائي وتاريخي في برنامج علامة سوليتك اللي يبدأه معناها من منطلاق هذا إشارارة سابع الطفال الأقصى لهنا مش يعطيك فكرة اللي المقاومة الفلسطينية كانت طول تلك المدة وطول تلك الفترة كانت تعد نفسها المعركة طويلة واللي غزة وقطاع غزة صار وكأنه قاعدة عسكرية روه الهنا لو كان زيدوا الحل أكثر الفلسطينيين معناها يستفيدوا كثيرا من معاركهم السابقة مع العدو الصهيون استفادوا كثيرا من معركة 2008 2009 معركة 2012 إلى 2014 إلى 2021 كل مرة تراكم المقاومة الفلسطينية تجربها ويبدو أنها تحولت فعلا قطاع غزة إلى معناها تقريبا بؤرة لم يستطع الجيش الصهيوني اختراقها وبش يرجع تروس موتريتش وتصريحاته الصبيانية هذه لا تساوي شيئا ما ما قاله شارون روه أكبر إرهابي العالم شارون ونعته مذابحه في صبر وشتيلة وغيرة معناها شارون قال أتمنى يوما أن أصحوا وأرا غزة قد ابتلع على البحر وانسحب من غزة شارون روه 2005 من 2001 إلى 2005 في غزة وانسحب خلوا حتى المستوطنات خلوهم اللي بناهم غدي معناها بالتالي يأسة من مواجهة الغزويين ومواجهات الفلسطينيين رغم اللي وقتها وسائلهم كانت وسائل بسيطة راي نحكيه على وسائل بسيطة معناها عمليات استشهادية معناها أسلحة فردية فما بالك اليوم والمقاومة الفلسطينية استطعت وهذاك عليش ربما يسماح نفهم جيدا الرسالة متع حركة حماس لما اختارت يحيى سنوار لأن اللي أشرف على كل تسليح حركة حماس في الفترة الأخيرة في قطاع غزة هو السنوار إذن فالسنوار هنا هو يقود المعركة الآن السياسية والمعركة العسكرية معا بالتالي هنا وأصبح الخيار العسكري هو الخيار الاستراتيجي لدى حركة حماس أصبح الخيار العسكري والمواجهة مع الكيان الصويوني مواجهة استراتيجية معادش مواجهة ظرفية إذن فبالتالي هنا أعتقد أن عملية الفرحين هي صفعة مدوية للآلة الصويونية وانتصار وتؤكد عبقرية المقاومة واضح وشكرا للكتيبة كتيبة نيسي ديوين نيدر مرزوجي يقول غزة تعلمنا درس في التحذر والعمل والصبر والإنسانية والتحمل والأخلاق والدين وفعلا درس كبير في الإنسانية لغزة وحمس ومقاومة الباس للكل ومقاومة التوق سيد عميد نتنياهو يقول أنهم مستعدون دفاعيا وهجوميا لضرب الأعداء يطالب الإسرائيليين بالصبر والهدوء يقول نتنياهو بأنه قال نحن مستعدون على المستويين الدفاعي والهجومي وهذه تعتبر سابقة سيد العميد اليوم الكيل العدو يتحدث عن الدفاع يسبق الدفاع على الهجوم مش نعطيك الصورة اللي خلت نتنياهو لا ينام البارح صورة لا يفهمها إلا العسكري المتمرس البارح أداو القيادة قيادة المقاومة وهي تحضر العملية الضباط كانوا بيزي عسكري وكنت أستمعوا إلى التحضير العملية والمخط والخريطة أمامهم وأقسموا أنه ضابط عمليات من طراز عالمي من تكلم البارح يعني العالم عشان تكلموا توا على مقاومة في دهسلاح لا 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 نتكلموا على علم عسكري في أعلى مستوى نكون ضابط عمليات وأفهم كل كلمة قالها وهو يخطط العملية يعني مكان الحط أين فيها ضاعمة ويوزح في الأدوار قلت لك أنا أقسمت قلت لك يعني ضابط عمليات من أعلى تراز وأنا توا عندي كما صهاينا مشنا بالآخر يفهموا من أين أتى سر نجاح سر نجاح أتى من السيطرة على العلم العسكري والعمل به بنسبة 100% ثم قدرة إلهية صحيح ثم انضباط ثم معناها صبر لكن ما سمعته البارح وعددته قنوات عديدة عديد المرات ضابط عمليات متمرس يعني كأنه يقرأ في درس يعني درس يدرس في كيفية التحذير كمين نحنا لما القيادة وطعاية الشيقوم بالعملية أميرين ونبسطه بطريقة مثالية تدرس البارح لعمله الضابط وكان يرتدي زي عسكريا لما حال ما رأوه شجوه لكن دليل من يقوم الآن بإدارة المعركة وقت يقول ثم ألف سنوار وألف ضيف منيش نرمي في ورود ولا نقول أنا متأكد اللي هو كون ألف سنوار وألف ضيف اللي سمعته يتكلم البارح يستحيل أن يهزم لأنه كان متمرسا يعرف شيقول وقت للضباط امتع الصهاينة يشوفوا البارح سيدة ذاك ما يجي يومش النوم لا ينامون لأنه الآن عندهم سر النجاح هذا يقول والعملية مصورة خشتن أنا أتكلم فيك نرجع لنتنياهو ننتنياهو اليوم يتكلم لأول مرة من عام 1948 يتكلم عن الدفاع كانوا قبلي لما يجلسوا في مقراتهم وفي حكومتهم يحضرون لضربات خارج إسرائيل اليوم يتكلم عن الدفاع ويتكلم عن المحور الذي أتى لي وساعده ويطمئنه وهو في نبرته وفي صوته وفي وجهه مرعوب حتى وجهه أصبح أبيضا ما عادش فيه دم يعني ظاهر أنه مرعوب مرعوب والآن يتسألون هل ستكون الضربة مزدوجة أم كل واحدة لحدة وهل ستكون في نفس التوقيت أو التوقيت يعني الفرضيات السياسية والعسكرية وضعوها ولم يجدوا حلا وبارك الله في من خطط وجعل الزمن يطول لأنه هذا أنا أسميه الزمن القاتل لما تكون تحط في قوة معادية وتحطها في وضع أنها تنتظر في الضربة ولا تعرف من أين ستأتي وكيف ستأتي وما هو حجمها وما هي أهدافها يترك العدو سياسيه وعسكريه في حالة معناها حالة يعني ضغط نفسي رهيب نقعد في العسكريين على خاطر رئيس أركان الجيش العدو هاليفي قال في زيارة لقاعدة جوية على مختلف الأسراب والأنشطة العمليتين للوحدات الجوية للعدو قال لدينا القدرة علشان هجوم سريع على أي مكان في لبنان في كل مكان في غزة في كل مكان في الشرق الأوسط ولأول مرة يذكر الشرق الأوسط منذ طفان الأقصى فوق وتحت الأرض قال نحن على استعداد عالي وعلق على تعيين السنوار زعيمة لحركة حماس هذا الأمر بالنسبة لنا يمثل حافزا إضافيا للعثور عليه قال سنسع جاهدين للعثور عليه ومهاجمته واستبدال رئيس المكتب السياسي لحماس مجددا شف سماح ثم رمزية الساعة شفت هنا كيف الغباء السياسي والاستراتيجي أصبح واضحا العياد لماذا ذهب إلى قاعدة جوية لأنه ما بقي له إلا هذا التفوق يعني الحرب التي الآن دفاعيا أو هجوميا لم يبقى في يده إلا سلاح واحد وهو سلاح الجبن سلاح الغدر سلاح الطيران الذي لا احترى الأرض لماذا لم يذهب إلى لواء مشات أو مدرعات الذي فعلا هو يعني نعاود رأو السادة المستمعين الطيران هو هو سلاح السناد للقوات المردية فقط هو